نادي الزمالك ينهي ماتشاته في الدوري كده قبل التوقف الدولي عشان بطولة أمم أفريقيا ومنتخب مصر بفوز كبير جدا على غزل المحلة برباعية نظيفة واحتفال كده زمالكاوي في أرض الملعب وكرنافال جوال النهاردة بالنسبة للزمالك وعموما كل الماتشات خلصت كده مش فاضل غير مباراة واحدة مباراة الكبير مباراة النادي الأهلي بكرة مع فيوتشر مباراة هتكون مهمة جدا للنادي الأهلي قبل التوقف نكسب نتصدر بإذن الله عشان كده قبل ما ندخل في تحليل مباراة الزمالك وغزل المحلة قولي توقعاتك تحت في الكومنتات لمباراة الأهلي بتاعي بكرة بين الأهلي وفيوتشر الماتش ممكن يخلص كام كام وزي ما احنا متعودين اللي التوقع بتاعه هيكون صحة أصغر الكومنت بتاعه في تحليل ما بعد المباراة خلينا بقى في مباراة الزمالك النهاردة اللي كانت احتفالية بكل ما تحملوا الكلمة من معنى ونجموا وهدف لمصطفى فاتقي وان جات الزمالك اون فاير كده ومشتعلين جدا وبيسجلوا أربع أهداف النهاردة مش كده وبس ده الأخبار الصارة كتير جدا للزمالك النهاردة تاني خبر صار ليهم كده غير التلات نقاط بتوع المباراة ان شيكابالا خلاص عقوبته بتنتهي بعد ايقافه 8 مطشات على التوالي كده خلاص خلص الايقاف بتاعه 8 مطش كان النهاردة شيكابالا بعد التوقف الدولي بتاع منتخب مصر هيكون جاهز مع نادي الزمالك ويقدر يشارك وتالت حاجة كمان اني نادي الزمالك بعد الفوز بتاع النهاردة ده بقى على صدار الجدول الترتيب كده وهنتكلم عن جدول الترتيب بالتفاصيل لكن قبل اي حاجة انزل دلوقتي اخبط لايك للفيديو عايزين الحلقة توصل لايكاتها العدد كبير وتوصل لكل الناس كده والشير على قد ما تقدر لو لسه ما اشتركتش في القناة اعمل اشتراك دلوقتي واشغل الجرس عشان اليومين الجايين فيه حلقات قوية جدا بكرة طبعا هتبقى حلقة تحليل مباراة الاهلي وفيوتشار بعد المطش على طول كده زي ما احنا متعودين وبعد بكرة هتكون حلقة مهمة جدا عن قرعة دوري ابطال افريقيا النادي الاهلي موجود والزمالك موجود وهل ممكن يقعوا الاتنين مع بعض في مجموعة واحدة كده وتكون مجموعة نارية ولا هيكونوا بعيد عن بعض وهنقول كل التفاصيل بتاعة القرعة فعشان كده اعمل اشتراك على القناة ولو انت مشترك اصلا شغل الجرس كده عشان تجيلك اشعارات بالحلقات اول ما تنزل يلا بينا خلينا نبدأ الاول كده بجدول ترتيب الدوري بعد فوز الزمالك برباعية النهاردة يعتلي صدارة جدول الدوري لكن مؤقتا طبعا الزمالك لاعب تمام ماتشات قدر يفوز فيهم ستة وتعادل مباراة وخسر مباراة اللي كانت ماتش الاهلي اللي خسرها بخماسية فكده الزمالك حاليا معات 19 نقطة على الصدارة ييجي بعديه على طول النادي الاهلي اللي لاعب ست ماتشات بس لكن في الست ماتشات كسبهم كلهم محقق العلامة الكاملة كده ومن ست ماتشات كسبانهم كلهم ستة في تلاتة بتمنتاشر نقطة على طول في المركز الثاني الاهلي عنده ماتش بكرة هيبقى سبع ماتشات وميت اجل لنا مباراة واحدة كده بسبب ان الاهلي كان بيلعب بطولة السوبر اللي خدناها الحمد لله فاتجلت لنا مباراة بيرامدز وفي المركز الثالث بقى بيرامدز هو اللي موجود في المركز الثالث بيرامدز لعب سبع ماتشات كسب خمسة وتعادل اتنين اخرهم كانت النهاردة قدام امبي اتعادل واحد واحد كده عشان يبقى معاه 17 نقطة في المركز الثالث لسه متأجله مباراة عن نادي الزمالك لو قدر يكسبها يبقى 20 نقطة ويعدي الزمالك لانه متأخر عن الزمالك بمباراة واحدة لانه برضو كان عنده ماتشات في الكون فدرالية ومباراته المتأجله متأجله مع الاهلي اللي كان بيلعب مباراة السوبر الافريقي كده فدي المؤجلة الوحيدة اللي موجودة في الدوري حاليا الاهلي بكرة هيلعب ويبقى 7 ماتشات هو كمان كل الفرق هتبقى مخلصة تمام ماتشات اللي الاهلي وبرامدز بس كل واحد فيهم 7 ناقص لهم مباراة واحدة ضد بعض قبل ما اتكلم عن الزمالك حابب اتكلم عن بيرامدز اللي بيتعادل النهاردة واحد واحد مع نادي امبي بخطأ جديد خطأ في ضيحة كده من شريف اكرامي لاعب الاهلي السابق ولاعب بيرامدز الحالي اخطاء شريف اكرامي يا جماعة بصراحة غريبة جدا بصراحة وكتيرة جدا الكرة كانت في ايديه وبتقع من ايديه وبتدخل جول من ايام ما كان مع النادي الاهلي حتى لما كان في عز مستوياته وكان متقلق عنده اخطاء غريبة جدا ما يغلطش فيها حارس ناشئ كده والغريب بقى جدا اللي هيجنن بصراحة ان شريف اكرامي مهما بيغلط هو الحارس الاساسي لنادي بيرامدز برضو بيغلط غريبة وشوفنا طبعا كمية غلطات لشريف اكرامي مع بيرامدز خصوصا بعد ما سابق النادي الاهلي كتير جدا ممكن تعمل فيديو كده لغلطات شريف اكرامي اكيد هيعدوا العشرين جول وغلطات غريبة جدا بصراحة ولسه لحد دلوقتي هو حارس بيرامدز الاساسي انا مش فاهم ليه والله لو انتو عندكم سبب للي بيحصل ده قولوا ليه في الكومنتات لكن خلينا نخش بقى على نادي الزمالك اللي كسب النهاردة بربعية رغم الغيابات الكتيرة اللي كانت موجودة في صفوفه النهاردة خلي بالك غياب النهاردة الطارق حامب بسبب الايقاف للانذارات وغياب عمر السعيد لنفس القصة برضو وكمان عندك شيكبالة كده كده موقوف ومش موجود ادي ثلاث لعيبة بسبب الايقافات وعندك كمان غيابين مهمين جدا غياب لأوباما وغياب لعبد الشافي خمس لعيبة تقريبا من الاساسيين كده في نادي الزمالك كلهم مش موجودين فالتشكيلة كان شكلها عامل كده والزمالك ما كانش عنده برضو اي مشكلة لعب بالتشكيل الطبيعي بتاعه كارتيرون 4-2-3-1 في حراس المرمى بيعود ابو جبل وبيريح عواد كده في تغيير بين حراس المرمى وانا ما بحبش كده خالص بصراحة لازم حارس واحد هو اللي يلعب وهو اللي يكون مستمر في كل البطولات ودايما يكون اساسي عشان تكون رجليه في الملعب كده واداءه يكون ثابت وياخد الثقة واول ما يحصل دروب مثلا في مستوى ولا حاجة نلاقي الحارس التاني هو اللي يشارك لكن تبديل الحراس زي اللعيبة كده ما بيعجبنيش بصراحة ابو جبل هو اللي بيبدأ اساسي النهاردة رباعي خط الظهر محمود علاء وجنبي عبدالغني باك يمين النهاردة بيعود المسلوسي رغم ان حازم امام عمل مباراة هيلة المباراة اللي فاتت لكن بيلعب بالمسلوسي في بداية الماتش النهاردة وباك شمال بيبدأ باب الفتوح اللي كان ريح الماتش اللي فات بسبب انه لعب كل الماتشات نعم انتخب مصر بيبدأ من اول المباراة النهاردة سنائية في نص الملعب امام عشور وجنبي عبدالعزيز زيزو بعد غياب طويل كده لان طارق حامد زي ما احنا عارفين كتب المكان ده على اسمه ومحدش بيلعب عليه خالص في نادي الزمالك قدامهم تلاتة كده على ايمين زيزو على الشمال بن شرقي وفي النص مصطفى فاتحي والمهاجم سيف الدين الجزيري مهاجم منتخب تونس وبتبتدي المباراة المباراة اللي كانت قوية بين الفريقين في اولها كده في نص الملعب وما كانش فيه اي هجمات خطيرة لحد ما الزمالك في الديئة 15 كده عرضية بالمسترة من زيزو واحد من افضل اللعيبة اللي بترفع عرضيات في الدوري مصر كله بصراحة عرضياته مميزة جدا بتبقى عاملة واو كده وبتبقى على راس اللاعب موجهة وقوية وعرضيات خطيرة جدا بتروح لسيف الدين الجزيري اللي بيركب الكرة بدماغه والكرة على طول في العرضة ولا احظه مش وحش ولا حاجة دي مباراة النهاردة كلها كده القائمين والعرضة كانوا نجوم المباراة النهاردة وكانوا واقفين لنادي الزمالك خصوصا بالمرصاد كده اللي هو مش هتسجله هدف وحتى الاهداف بتاعتكم الكرة هتيجي في العرضة او في القائم الاول وبعد كده تدخل فدي كده اول عرضة معانا لكن الرد كان سريع جدا من غزل المحلة في دقيقة 20 انفراد من نص الملعب ومش عارف ازاي محمود علاء وعبد الغني كانوا فاتحين جدا كده وسايبين العمق بينهم فاضي خالص بيتعمل سرومة بينهم وانفراد من نص الملعب حرفيا للاعب غزل المحلة اللي راح انفراد بابو جبل لكن اتصرف فيها بطريقة سيئة جناحها على الجنب وحاول يشوت قفلها بابو جبل بامتياز طبعا ونقذ مرمى الزمالك من انفراد كان ممكن يكون هدف اول ويتغير خالص سير المباراة بعد كده هجوم مستمر من نادي الزمالك ونادي غزل المحلة العشر لعيبة كلهم تحت الكرة بيستقبلوا اللعب وبيلعبوا على الهجمات المرتدة بس في ديئة 31 تسديدة من امام عشور اللي تسديداته قوية جدا بيحاول يعدل الكرة على يمين بتتقفل عليه فبيعدلها على الشمال وبيشوت بشماله ما عندوش اي مشكلة الشوب بيمينه زي بشماله الرجليه اللي اتنين موجهين على مرمى كويس جدا بيشوت الكرة بتيجي في العرضة برضو وعدي معايا كده تاني عرضة لنادي الزمالك وكانت فرصة خطيرة جدا ممكن تكون جول لكن بعدها بخمس دقائق على طول هجمة قوية جدا برضو من نادي الزمالك وعرضية بيلعبها محمود علاء بدماغه بتيجي الكرة في العرضة برضو لكن في الارتداب بقى لقت مصطفى فتحي اللي تواجده جوه منطقة الجزاء بيكون هايل جدا بياخد مكان كويس جدا وبياخد دايما السكند بول كده وبيحط الكرة ويسجل الهدف الاول لنادي الزمالك وجود مصطفى فتحي في نص الملعب ما بيعجبنيش بصراحة كصانع ألعاب لكن لما بيلعب مهاجم تاني وبيدخل الصندوق مصطفى فتحي بيعرف يسجل أهداف ورجليه وعنيه كويسة على المرمة فوجوده في المكان ده بيسهله ان هو يسجل أهداف لكن ما بيكونش صانع ألعاب مميز لزميله وبعدها على طول ما لحقوش غزل المحلة يعمله رد فعل كده نادي الزمالك بياخدوا الكرة بعد سنتارة غزل المحلة ويروحوا بهجمة امام عشور يشوت كرة طيشة كده تخبط في مدافع الغزل وتروح الكرة تلاقي مين برضو مصطفى فتحي عفريتي العلبة اللي موجود دايما جوة 18 بياخد الكرة الثانية زي ما عمل في الجول الأول لكن المراضي بيضيع انفراد صريح ويحط الكرة يصدها حارس المرمة وتيجي في العرضة برضو وترتد الكرة تلاقي أشرف بن شرقي يسجل الهدف الثاني لنادي الزمالك عشان الزمالك ينهي الشوت الأول متقدم 2-0 وأول مرة يعملها من أول الدول لكن كمان قبل نهاية الشوت كان فيها هجمات كتير لنادي الزمالك كرة كانوا 3-2 وكرة تانية باكورد كده من أشرف بن شرقي ولها هجمات كانت خطيرة جدا في واحدة كانت انفراد لسيف الدين الجزيري تقلق فيها حارس المرمة كان ممكن يخرجه من الشوت الأول برو باعية أو بخماسية كمان لكن زي ما كان الشوت الأول زمال كوي كله كده والزمالك كان مستحوز على الكرة وهو اللي بيهاجم بس وقدر يسجل هدفين الشوت الثاني بيبدأ عكس بداية الشوت الأولاني تماما غزل محله هو اللي بيهاجم هو اللي مسك الكرة هو اللي مسيطر على الملعب كله وذاني الزمالك كده في نص أرضه وو translucent attack لكن سبحان الله الزمالك لما لعب ما ماتش استحواز والغزل لعب على الğther attack الزمالك سجل هدفين لما حصل العكس وغزل المحل هو اللي لعب استحواز وو heightened زمالك لعب كونتر اتاك برضو الجزمالك هو اللي بيسجل هدفين فعالية لعبت الزمالك على المرمة كانت أكبر بكتير لكن مع بداية الشوت الثاني كده في هجوم غزل المحلة في الديئة 55 فوافي بيشوت صاروخ كده لكن في العرضة العرضة برضه بتشيل هدف لغزل المحلة زي ما شالك كتير من الزمالك بعدها على طول تغييرات بقى النادي الزمالك تلات تغييرات دفعة واحدة كده بيخرج سيف الدين الجزيري بينزل مكانه سيسي عشان يلعب مهاجم صريح في مركز جديد عليه النهاردة وبيخرج كمان السنائي زيزو وبينزل مكانه مروقه في نص الملعب وقنجم مكان زيزو قدام وقنجم اللي بقى التغيير المثالي لنادي الزمالك النهاردة اللي دايما بينزل يقلب المباراة بيسجل على طول هو الهدف الثالث جول في الديئة 71 عجبني جدا بصراحة كان جاي من ناحية يمين وبيبص كده وعايز يرفع ملاقاش حد فاضي رحم رقص على طول وعادل الكرة على شماله ورحة تطهى الكرة بتيجي في العرضة برضه وبعد كده بتنزل في الجول لكن هل الزمالك يكتفي بكده؟ لا الزمالك بيسجل الهدف الرابع في الديئة 74 بعد كرة طولية بيغلط فيها فوز الحناوي كده فبياخدها أشرف بن شرقي وهو رايح على حارس المرمى منفرد تماما حاول يخرج عليه رحة تتها تشب من فوقي كده وهدف رائع جدا لأشرف بن شرقي عشان ينهي به رباعية الزمالك النهاردة والمطش يبقى انتهى خالص والحفلة شغالة في أرض الملعب لو حد عايز يزود 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 كارتيروم بيعمل تغييرين بيشيل كده فتوح وبيشيل المسلوسي بينزل مكانهم حازم إمامه وبينزل عبدالله جمعة اللي من بعد نزولهم خلاص المباراة شبه انتهت كده وبقت مباراة ودية الغزل بيحاول انه يسجل هدف لحفظ ماء الوجه بس كرة روكنية بتترفع كده ورقصية لكن بيتقلق فيها بوجبل وبيشيل هدف تاني بعد الهدف اللي شاله في الشوت الأول بيشيل هدف تاني في الشوت التاني عشان يأكد ان هو في مستوى وفورما وجاهز جدا انه يشارك كأساسي لنادي الزمالك ويروح مع منتخب مصر لبطولة الأمم خلي بالك ان عواد لو كان شارك في بداية المباراة النهاردة وابو جبل ما شاركش كان ممكن بنسبة كبيرة جدا ابو جبل يستبعد من أمم أفريقيا وهو الحد الوقتي ممكن يستبعد الله أعلم كيروش هيعمل ايه كيروش ده مجنننا معاه ومش فاهمله حاجة لكن ابو جبل بيلعب النهاردة عشان تبقى رجليه في الملعب كده انه ممكن يتاخد ويروح أمم أفريقيا حتى لو مش هيشارك وش الناوي أكيد هيكون هو الأساسي لكن تواجدك مع منتخب مصر في أمم أفريقيا أكيد شرف كبير ليك خلينا ندخل بقى كده على تقييم لعيبة نادي الزمالك هنبدأ الأول بحراسة المرمى ابو جبل 9 من 10 النهاردة من وجهة نظري عمل مباراة محترمة جدا وصد كرتين كان ممكن اللي اتنين يكونوا جوال عادي جدا تخش بقى على الرباع اللي كان قدامهم حمزا مسلوسي كالعادة مش عارف بيلعب ليه بصراحة حازم إمام أفضل منه بكتير حمزا النهاردة 4 من 10 عمل مباراة متوسطة أو سيئة كمان ابو الفتوح النهاردة 5 من 10 كنت حاسس انه بيلعب على واقف كده ومعملش مجهود كبير ابو الفتوح عنده أفضل من كده بكتير سناقية الدفاع محمود علاء عمل مطش كويس جدا النهاردة 7 من 10 جنبي عبدالغني 6 من 10 سناقية نص الملعب عبدالعزيز زيزو أسوأ لاعب في الزمالك النهاردة 0 عمل كمية ميس باص رهيبة عيد الشوط الأول كده والشوية اللي لعبهم في الشوط التاني ويشوف عبدالعزيز زيزو عمل كمية ميس باص عاملة إزاي جنبي إمام عشور عمل مباراة ممتازة 8 من 10 قدامهم 3 أحمد السيد زيزو أفضل لاعب في الدور المصري بيعمل عرضيات حاليا ممتازة جدا زيزو النهاردة 8 من 10 أشرف بن شارقي أفضل لاعب المباراة 10 من 10 سجل هدفين وعمل مباراة ممتازة جدا ومصطفى فاتحي النهاردة 8 من 10 السلاسي اللي تحت المهاجم عند نادي الزمالك كانوا ممتازين جدا النهاردة وراس الحربة صيف الدين الجزيري 6 من 10 عمل مباراة كويسة برضو وبالنسبة للبودلاء اللي نزلوا ونجم طبعا كان مميز جدا وقدر انه يسجل هدف لكن نزل وقت قليل كده وده تخيم اللعيبة من وجهة نظري قولي من وجهة نظرك انت مين اللي كان الأفضل النهاردة ومين اللي كان الأسوأ من وجهة نظري أشرف بن شارقي كان هو الأفضل والأسوأ كان عبد العزيز زيزو مستني كومنتاتكم كلها بالأفضل والأسوأ وما تنساش تقولي توقعك لنتيجة مباراة بكرة بين النادي الأهلي وبين فيوتشار المطش ممكن يخلص كام كام وزي ما احنا متعودين اللي التوقع بتاعه هيكون صحة هزهر الكومنت بتاعه وفي تحليل ما بعد المباراة وما تنساش كمان تخبط لايك للفيديو والشير على قد ما تقدر عايزين الحلقة توصل لكل الناس كده ولو لسه مشتركتش في القناة اعمل اشتراكك دلوقتي واشغل الجرس عشان تجي لك كل حلقات اللي هعملها بعد كده سلام